من الحاجات اللي متعودين عليها في اخر كلام ان احنا دايما بنبص حوالينا هل في تجارب مشابهة ممكن ان احنا نتعلم منها هل في تجارب حتى مش مشابهة لكن ممكن نستقي منها بعض الدروس لنا كشعب مصري او حتى نفهم الشعوب بتتحرك ازاي بتتعامل ازاي مع انظمة ديكتاتورية وانظمة قمعية او في نموذج اخر لسيء الذكر موجود في بلدان اخرى في الايام القليلة الماضية كان في تجربة الحقيقة يجب ان نتوقف عندها قليلا مش لانها شبهنا مش لان احنا عايزين نعمل مقارنة لكن في حاجات محتاجين ان احنا نبص عليها بتركيز شوية في اللي بيحصل هناك في كينيا بي بي سي بتنشر ان الرئيس الكيني يسحب قانون زيادة الضريبة عقب احتجاجات دامية شوف الكلام ده لازم كده واحنا بنقرأ خلوا الصورة على الشاشة تحط في الخلفية كده صوت حذاء الانظمة وهو بيسرخ وبيقول لك انا ممكن اتكلم عن مشاكلك انا ممكن اقول اللي مدايئك انا ممكن انتقد ممكن اقول لكن اوعوا حد ياخدنا في طريق الله عودة يعني محدش فيكو يحتج يا جماعة ولا ينزل الشارع ولا يعترض ولا اي حاجة لكن الجماعة في كينيا يبدو ان ما عندهمش حذاء الانظمة هناك فقرروا انهم يواجهوا الرئيس في الشارع اعلن رئيس كينيا ويليام روتو سحب مشروع قانون المالية للعام الحالي تراجع يعني والذي يتضمن زيادات ضريبية مثيرة للجدل عايز ياخد من الشعب فلوس يعني بعد احتجاجات دامية شهدت احراق البرلمان اي والناس نزلت الشارع يعني تمام في خطاب موجه الى الامة قال انه من الواضح ان الكينيين لا يريدون هذا المشروع لو مش عايزيني همشي واقر روتو بالفشل مضيفا انه لن يوقع على المشروع ليصبح قانونا ساريا واضف روتو ساستمع باهتمام الى شعب كينيا الذي قال بصوت عال انهم لا يريدون مشروع قانون المالية المتضارين طبعا كانوا تعهدوا بمواصلة الاحتجاجات ورفض ما فعله الرئيس روتو تعالوا نشوف مع بعض كده تفاصيل الحكاية اي تشابه بين التجربة الكينية وتجربة سيئ الذكر هو مش من محض خيالك ولا حاجة لا هو امر ضروري ان انت تبص على التجربة اللي جنبنا وتشوف الناس بتواجه قرارات للجماعة سيئ الذكر دول ازاي عشان تتعلم المفروض تعمل ايه في مواجهة سيئ الذكر اللي عندنا في مصر الشعب ينطفض ويطالب برحيل الرئيس التجربة الكينية روتو versus السيسي بي بي سي وصفحة الموقف المصري وفريق اخر كلام ايه الحكاية الحكاية ان كينيا دلوقتي فيها ثورة شعبية واسعة احتجاجات كبيرة جدا على خلفية مشروع المالية العام الجديد اللي قدمه الرئيس الكيني بذات نفسه ويليام روتو مشروع قانون العام روتو كان بيتضمن الات بصوا يا مصريين الرجل كان عايز يزود ضريبة سنوية على السيارات بقيمة اتنين ونص في المية وعايز يضاعف ضريبة القيمة المضافة من تمانية في المية لستاشر في المية على كافة السلع بما فيها السلع الغذائية الاساسية على رأسها الخبز يعني الابيض هيقرب من العيش فرض ضريبة جديدة على السكن وضريبة كمان على الوقود ما يؤدي الارتفاع هائل في الاسعار وتكاليف المعيشة عارف سكار في اسد الملك لما وقف مع سنبا في اخر الفيلم وقال له المنظر ده مألوف لي شفته فين قبل كده اه ايوة افتكرت نفس النظرة اللي كانت في عينين ابوك قبل ما يموت فالحياة المنظر ده مألوف لي شفته فين قبل كده اه نفس النظرة اللي كانت او نفس قرارات سيئ الذكر مش قبل ما يموت بقى قبل ما الناس تنفجر في وشه نروح بقى نشوف الناس اللي انفجرت في وش العم روتو عملت ايه مظاهرات وقتلة ده العنوان العريض بعد اجراءات روتو اندلعت احتجاجات ومظاهرات هائلة الناس ما استحملتش يا جماعة الشعب نزل الشوارع رفض اللي الرئيس بيعمله المتظاهرين حول اقتحام البرلمان تحدى روتو المتظاهرين بداية زي اي ديكتاتور قمعي سيئ ذكر خايف من شعبه مش واثق في قراراته وبعدين نزل لهم الجيش وقال انه لن يتم التسامح مع الفوضى سنتعامل بكل حسم انتم ما تعرفوش الجيش لو نزل هيعمل ايه الجيش ده نار لا تلعبوا بيه ولا تلعبوا معاه بعدين الشرطة وقوات الامن ضربوا نار على المتظاهرين اسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخص واصابة العشرات دخل هنا الدم ما بين العم روتو وما بين الشعب الكيني لكن الشعب الكيني مرجعش الشعب الكيني موقفش الشعب الكيني مخافش كمل زاد الغضب الشعبي المحتاجين دعوا لحشد مظاهرات كبيرة جدا بدأت المظاهرات دي تبلغ ذروتها في معاقل المعارضة في منباسة في الشرق كيسومو في الغرب في الدوريت غرب ونييري جنوب غرب واناكورو في وسط كينيا وبدأت حركة احتلال البرلمان بدأت تمارس نشطها على وسائل التواصل الاجتماعي فهنا القصة بقت شعبية وميدانية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بنوصل للمرحلة التالتة وهي التراجع والرحيل بعد المظاهرات زيارة الغضب وفي عموم كينيا روتو الرئيس تراجع عن موقفه امام الغضب الشعبي الشعب نزل قال له لا احنا مش موافقين الشعب تحرك في اقاليم ومدن مختلفة تزامن ذلك مع محاصرة البرلمان ومع غضب على مواقع التواصل الاجتماعي تمام بعدين طلع روتو في خطاب متلفز وتراجع عن موقفه اعلن انه لن يوقع على مشروع قانون المالية لعام الفين اربعة وعشرين سيتم سحب المشروع لاحقا واضاف لقد قال الشعب كلمته تحول الحراك اللي بدأوا شباب لحركة احتجاجية وسع جدا وتدحرجت كرة الجليد ووصلت الى مطلب رحيل الرئيس الكيني روتو الجماعة في فريق اخر كلام اشرار شوية قرروا انهم مش بس يحطوا في التصميم السيسي برسيس روتو لكنهم كمان عملوا متشابهات بينه وبين سيء الذكر فلسفة القانون اللي حطه العم روتو في كينيا هي شبه فلسفة ما يطلق عليه الاصلاح الاقتصادي اللي اعتمدها سيء الذكر اللي هو قائم على ايه على جباية الاموال من جيوب الطبقات الافقر من خلال فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة ضرائب لا تميز بين المواطنين باختلاف دخولهم وثرواتهم عشان يخفض عجز الموازنة على حساب الفؤرة كمان فلسفة القمع ما بين روتو وسيء الذكر في مصر متشابهة بدرجة كبيرة اعتماده على القبضة الامنية على الجيش على قتل المتظاهرين تعطيل الانترنت وقطع الاتصالات لكن الحقيقة الفرق ما بين روتو والسيسي كان في ان المعارضة والحركة الاحتجاجية في كينيا لازالت بخير ولازالت قادرة على حماية الشعب بعكس مصر اللي السيسي صحق فيها اطياف المعارضة واستفرض بالحكم بشكل كامل ما بين كينيا ومصر ما بين السيسي وروتو متشابهات كثيرة الفيصل فيها هو متى يتحرك ويغضب الشعب المصري وينفجر في وجه سيء الذكر يرونه بعيدا ونراه قريبا